ينضم إلينا في السوديو استشاري المخ والعصابة دكتور هاني العبدالي دكتور هاني مساء الخير وهنا بك معنا في نشرة النهار عبر الإخبارية بداية يعني وبحكم أنك استشاري مخ والعصاب دكتور هاني نود أن نعرف هل هناك ارتباط ما بين فيروس كورونا وما بين المخ والعصاب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مع زيادة عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد أو ما يسمى كوفويد 19 في العالة على مستوى العالم لا بد أن يتنبه أطباء أمراض المخ والعصاب إلى وجود بعض المشاكل التي تربط بين الفايروس وبين أمراض المخ والعصاب طبعا الفايروس كورونا المستجد أظهر نفسه على أنه يصيب الجهاز التنفسي سواء بالحمى السعال العطاس الكحر ارتفاع درجة الحرارة وقد يتطور إلى وجود مشاكل بالرئتين أو إلى مشاكل في فشل في الجهاز التنفسي حقيقة حتى نفهم بشكل واضح لوحظ بعض المشاكل وخصوصا في دراسات أجريت على مئات المصابين في مدينة ووهان الصينية مدينة ووهان الصينية خليني أسميها منبع أو بؤرة خروج فايروس كورونا أظهرت ثلث الأعداد التي أصيبت في مدينة ووهان وأثبتتها الدراسات أن ثلث الأعداد الذين أصيبوا بفايروس كورونا المستجد كانت لديهم أعراض تابعة لجهاز المخ والجهاز العصبي منها على سبيل المثال الصداع والآلام العامة من بينها تشنج العضلات والتشنجات العامة اختلاف وتغير في درجة الوعي وجدت إصابات سكتة دماغية ولكن هذه كانت في الحالات المتقدمة لا نستطيع أن نجزم هل الفيروس بحد ذاته هو من يهاجم المخ والجهاز العصبي مباشرة كما تفعل الأنواع الأخرى من فيروس كورونا مثل سارس أو ميرتس أو هل هي عبارة عن فشل في الجهاز التنفسي وبالتالي يؤدي إلى فشل في الأجهزة أجهزة الجسم الأخرى وبالتالي يتضرر المخ والجهاز العصبي بقيت نقطة أخيرة هل الفشل التنفسي الذي يحدث مع فيروس كورونا هل سببه مباشرة من الرئة أو هو عبارة عن إصابة تصيب جذع الدماغ وبالتالي تؤثر على تؤدي إلى الفشل التنفسي هذا غير واضح بشكل مئة بالمئة ولكن طبعا مع تشريح الجثاث مع الدراسات الأخيرة سيتضح الوضع نعم طيب أبرز الإجراءات الوقائية دكتور المتعلقة بفيروس كورونا والتي تتعلق بالمخ والعصاب نعم طبعا مرض المخ والعصاب كمصابي السكتة الدماغية كمصابي مرض الشل الرعاش أو ما يسمى باركنسون مرض التصلب اللويحي التصلب الضموري الجانبي وهن العضلات الزهايمر كل هذه قد تؤدي إلى نقص في المناعة حالهم كحال المرضى الآخرين المصابين بارتفاع في ضغط الدم أمراض السكر أمراض الرئتين أو حتى لا نصل إلى المرحلة هذه كمرضى المصابين ببعض الأورام يفترض بهؤلاء المرضى أن تكون الاحتياطات لديهم الإجراءات الوقائية يفترض أنها تكون أعلى من الأشخاص الأصحى السليمين من ناحية النظافة الشخصية من ناحية التعقيم بالكحول من ناحية تنظيف اليدين مرارا وتكرارا غسلها جيدا التهوية والحرص على عدم مخالطة الأشخاص الذين قد ينقلون إليهم الفيروس هل هذه تندرج في الأشياء الممكن تقوي مناعتهم دكتور أم هذه خط مناعة أو خط حيط يصد ربما مهاجمة الفيروس نعم أشكرك على سؤالك الحقيقة المناعة تقويتها عن طريق الأدوية عن طريق متابعة نصائح الطبيب وعن طريق التغذية الصحية ما نادت به بعض الأصوات الغير مختصة وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي من إيقاف الأدوية الخاصة بالمناعة كان خطأ كبير الأدوية يفترض أن يستمر عليها الشخص يفترض أن يناقش طبيب على ذلك يفترض أن لا يقوم بإيقاف الدواء حتى لا تحدث لا قدر الله مشاكل أكبر من إصابة بفيروس قد لا يكون كورونا طيب في حال الإصابة دكتور لا قدر الله هل يتطلب مريض المخوى العصاب عناية خاصة؟ ما هي الإجراءات المتبعة في حال ثبت إصابته بالفيروس؟ نعم بلا شك مرضى المخوى العصاب لهم خصوصية في الوضع هذا لابد من علاج مشاكل التنفس أو مشاكل بايروس كورونا عن طريق الأطباء المختصين من ناحية الحمى من ناحية العطاس من ناحية الكحر تفع درجة الحرارة مشاكل الرئتين إلى آخره ولكن لابد من الواجب أن تتم بالتزامن مع علاج موازي عن طريق طبيب المخوى العصاب على سبيل المثال مرضى الوهن العضلي هناك بعض المضادات الحيوية بعض المسكنات بعض الأدوية لا تصلح لمرضى الوهن العضلي قد تؤدي إلى تدهور الحالة قد تؤدي إلى تفاقم الحالة وقد تؤدي إلى مشاكل أكبر تؤدي إلى دخول العناية المركزة لذا لابد من إخبار طبيب المخوى العصاب استشاري المخوى العصاب ليبقى على نفس الطريق علاج المريض من ناحية فيروس كورونا عن طريق الأطباء المختصين أمراض المعدية والجهاز التنفسي إلى آخره ويكون طبيب المخوى العصاب استشاري المخوى العصاب على نفس الخط لمتابعة الحالة وعلاجها من طريقين طريق المرض الأساسي للمخ والعصاب سواء كان سكتة دماغية سواء كان مرض شلال الرعاش باركنسون تصلب الويحي إلى آخره والأطباء المختصين بالجهاز التنفسي والأمراض المعدية أو حتى أطباء العناء المركزة لعلاج ما تولد عن الأعراض الناتجة من فيروس كورونا المستجد طيب دكتور الآن الكل يبحث عن علاج أو لقاح لهذا الفيروس دول كثيرة وضعت ميزانيات ضخمة لهذا الأمر سمعنا عن ارتباط بعض اللقاحات أو العلاجات السابقة لأمراض أخرى بأن تكون ممكن علاج لفيروس كورونا يعني ضعنا في الصورة ما الجديد فيما يتعلق بالسعي لإيجاد لقاح لفيروس كورونا نعم طبعا العلم على قائم يعمل على قدم الوساق هناك دراسات عالمية كبيرة هناك بحوث علمية أكثر أكثر من 800 أو 900 ورقة علمية قدمت حتى الأسبوع الماضي حتى الآن لا يوجد علاج واضح أو علاج مباشر لعلاج فيروس كورونا كوفيد 19 الحقيقة أمريكا والصين تعمل على إنتاج لقاح يبدو أنه يبشر بخير حتى الآن لم تبدأ المرحلة الثالثة والتي تتم بشكل واسع تجربتها على البشر وبالتالي إنتاج الدواء تحتاج إلى وقت للتأكد من استجابة الدواء بالنسبة لما ذكر عن شركة سانوفي الفرنسية من دواء ذكر كان يعالج ولا زال يعالج غالبا مرض الملاريا وهو دواء هيدروكسي كلوركوين أو بلاكونيل هذا الدواء وجد أنه يقلل من حدة الأعراب في فيروس كوفيد 19 يقلل من انتشار الأعراب ولكنه لا يعالجه بشكل مباشر أشكرك شكر جزيل ستشاري المخوة العصابة دكتور هاني العبدالي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة